بوتون يصل حاجية المرضى لغرفهم وتطبيقات أنترنت للفحص عن بعد هي بعض من الاختراعات والابتكارات لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي خلقه فيروس كورونا عبر العالم ما يؤكد أهمية البحث العلمي في مواجهة الأزمات في زمن الأزمات فدائما تظهر تلك البحوث وتلك الحلول وتلك الابتكارات وكذلك تلك الاستراتيجية التي تم تقديمها أثناء فترة السلم يعني في الوقت العادي في وقت الراحة إذن في فترة الأزمة في فترة التعب يمكننا أن نجد الأمور التي قدمناها وتعبنا من أجلها في وقت الراحة ولكن حينما نهمل البحث العلمي ونهمل كذلك التطوير ولا نعطي قيمة للاستراتيجيات التي تستشرف الزمن في المدى المتوسط والبعيد دائما حينما تحل الأزمات نجد أنفسنا نستورد كذلك الحلول الباحثون والمبتكرون الجزائريون أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع وسهموا بعديد الابتكارات والاختراعات للمساهمة في الحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا كل مختارع عنده ابتكاره الخاص مع فريقه الخاص وابتكاره على الأقل إلى حد الآن أربعة أمور يمكنها أن تساهم في هذه الأزمة وكذلك بعدها الاختراع الأول متمثل في جهاز لمعالجة تعقيم الهواء الاختراع الثاني متمثل في جهاز للتنفس الإصطناعي إلكتروني ميكانيكي جهاز ذكي والابتكار الثالث هو تطبيق إلكتروني اسمه صحامب هذا الاسم المؤقت حالينا لكل حال وتطبيق آخر وهو بلاغ وهو تطبيق في القطاع التجاري يقال أن الأزمة تريد الهمة هو ما ينطبق على الباحثين الجزائريين الذين سهموا في مواجهة تداعية فيروس كورونا فهل سيكون الأمر فتحة لرد الاتبال للباحث الجزائري الذي غاب أو غيب عن المشهد العام؟